موسيقى اهلا بكم مشاهدينا الى هذه الحلقة من كلام بيروت الزيارة التاريخية التي قام بها البطريارك الماروني الكاردينال ماربشار رابطوس الراعي للرياض وتغريدة الرئيس الحرير الاخيرة الذي دعا الى الهدوء تصدر معظم الصحف الصادرة اليوم التي ابرزت ايضا الموقف الفرنسي الذي دعا لبنان الى تجنب الارتباط بازمات المنطقة هذه العنوين وغيرها سنطابعها اليوم مباشرة على الهواء من الستوديو مع الاستاذ علي حمادي الكاتب السياسي بصحيفة النهار استاذ علي اهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح الخير للمشاهدين كرام نعم رح نبدأ نحن نويك بكاريكاتور لارمان حمسي بصحيفة النهار وحاول الكلام عن عودة الرئيس الحرير القريبي رسم من دون تعليق ساعة يد الرئيس الحرير الساعة الشهيرة المعروفة وفيها مسار طائرة من الرياض الى بيروت وحدى خريطة لبنان يعني مثل كأنه نايمة ومرتاحة ولكن بالانتظار قريبا للعودة ايه الحمد لله تفاصيل يعني ان شاء الله بتكون العودة قريبة وان احنا ما عنا شك بانه يعني مثل ما قال ايضا الرئيس الحريري انه بالتغريدة الاخيرة انه بالنتيجة اول عاخر هو بين اهله في الرياض يعني منه بارض بارض معادي ولا انه بارض يعني ضايع عم نقول قريبا يعني العودة قريبا يوم يومين لا يمكن تحديدها بالأيان تصوري انه لابد ان يكون خلال هذا الاسبوع يعني مينة الاسبوع بدون ما يرجع الرئيس الحريري لانه الموضوع يتعلق ايضا بالسياسي الان نحكى كتير عن العودة وعن طبعا صرفي الحملة الكبيرة اللي اللي اثرت في لبنان يعني بيحاول انه الحريري محتجز الحريري غير مسلوب الارادة لما هناك لكن تم حجب حجب شيء الاساس في حركة الرئيس الحريري وهي انه الرئيس الحريري له عنوان سياسي لان قدم عنوانا عنوينة سياسية صحيح ينبغي الالتفات اليها وعدم عدم تجاهلها ومحاولة القفز عنها لانه ما حدا بيقدر يقفز عنها سنعود الى هذه المرحلة مبعد الاستقالي والعودي بالتفاصيل ولكن باللبناني وعلى طريقة الرئيس سعد الحريري اللي تعودنا عليها عم بيقول بتغريدي لقاله اخر تغريدي بعد انقطاع لا عم بيقول باللبناني وعلى الطريقة لانه قال يا جماعة لانه كانوا عم بيقول والعالم انه هاي مش لغته وهذا مش نعم انا هاك عم عمشي يا جماعة انا بقى الفخير ان شاء الله انا راجع هاليومين حتى خلينا نرؤ واحد من العباق رمباريح قال مش قليلي تعلموا يحكوا لبناني كمان انه صاروا يعرفوا هني يعملوا تغريدي نعم عيبة لا يجوز الرئيس الحريري يعني ما بينخاف عليه ونحن منحيه ونرسله تحيه من البلاتو من عندك اكيد منحيه بالنسبة للعائلة عن العائلة قال الرئيس الحريري عائلتي قاعدة بالمملكة العربية السعودية ببلدها مملكة الخير من من يعرف آل الحريري ومن عاش معهم و يعني وواكبهم طوال يعني عشرات السنين يعرف انه المملكة العربية السعودية وطن ثاني لقلهم ولبل يعني بكثير من الاحيان كان كان ان يكون وطنا يعني باحتضانه لقلهم بعلاقتهم فيه بحياتهم اليومية هو الوطن اللي هني عايشين فيه نعم يعني بالنتيجة هالتركيز هذا القول انه العائلة العائلة ما هي العائلة ايضا هي عائلة بنت البلد هو اللي ولد البلد يعني نتيجة من هون كان الاشارة طبعا على كل حال بالشكل استاذ علي بالصور اليوم اللي ظهرت بمعظم الصحف وزيارة البطرق الراعي صور للملك مع البطيارك الراعي اغلبية الصحف حطتها الصحف الثانية وزعت ثلاث صور بين لقاء البطرق مع الملك ومع ولي العهد وصورة الرئيس الحريري مع البطيارك الراعي صورة الرئيس الحريري مع ساعته هالمرة نعم يعني ايضا قد تكون يعني زيارة البطيارك الراعي اخذت الوهج منها اللقاء مع الرئيس الحريري ولكن تاريخيتها واهمية هذه الزيارة ما تزال قائمة حتى الوفد العلامي الكبير الذي رافق الرئيس البطيارك الراعي كان يعني بجزء اهمية زيارة البطيارك والاهم لقاء مع الرئيس الحريري ما في شك انه زيارة البطيارك الراعي إلى بطرياركا أنطاقيا وسائل المشرق بالنتيجة هي زيارة تاريخية لا يجوز يعني عدم أعطاء أهمية لأن هذه زيارة تاريخية وزيارة ستسجل في التاريخ انطلاقا من هنا وهذه زيارة تفتح أفاق كثير ما بين الكنيسة الشرقية أو الكنائس الشرقية وأيضا هذا العالم والمحيط الإسلامي الذي يبدأ من المغرب وينتهي إلى حدود الفلبين هذه إلى تأثيراتها وإلى تردداتها أن يأتي بطرياركا الراعي ويطأ أرض الجزيرة العرب ولأسيما أرض المملكة العربية السعودية أرض مكة المكرمة هذه أرض المسلمين بمعنى بالمعنى الديني والروحي هذه مهمة كتير هذه انفتاح كبير هذه إلى نتائج سوف تتردد لاحقا مع الوقت سوف تكون إلى تأثير كبير صحيفة المستقبل تحدثت عن استمهال اللبنانيين بالعودة للرئيس الحريري والكلام عن عودة القريبة ولكن أتت هذه المواقف على وقع زيارة أربعة تريارك الراعي إلى المملكة العربية السعودية وطبعا مثل ما ذكرنا الوفد الصحفي كان ذاهب لتقصي أخبار معرفة أكتر من الموضوع حول زيارة حول الرئيس الحريري على كل حال البعض علق رغم كل الموضوع المهم أنه كيف الوفد الإعلامي ما قدر راح يعني تابع هذا اللقاء والمستقبل أشارت إلى كلام البطيات الراعي أنه أكيد أكيد راجعوا بأسرع وقت ممكن الرئيس الحريري طبعا أولا ما حصل من كلام ومن حديث ما بين الحريري والبطيارك يعني واضح أنه هناك كلام في العمق وهناك كلام بالصراحة ثانيا هناك العنوان السياسي الذي عكسه البطيارك في تصريحاته عندما سئل هذا السؤال المركزي الذي طرحته تنفق على الزميدة منصليبة تماما نعم حول أسباب أسباب الاستقالة وأكد بما لا يعني بلا أي شك وبدون ما يكون فيه أي شكوك أكد على اقتناعه بأسباب الاستقالة الحريري انطلاقا من هنا مهم أنه نرجع إلى أساسيات المشكلة ونرجع إلى العنوان السياسي لهذه الأزمة هناك أزمة هذه الأزمة ليست أزمة بين مزدويجين ما يحكى عن احتجاز الحريري أو منعه أو التأثير على حريته هناك أزمة عميقة تتعلق بإداء سياسي وبوضع واقع موجود في لبنان علينا أن نتساعد جميعا لكي نغيره حضرتك أعلامي وذكرنا عادة بيحصل أنه وفود أعلامية ما بتروح تغطي كل النشاطات لأي مسؤول بتصير يعني أولا بتصير بناء على طلب صاحب العلاقة ممكن الرئيس الحريري بريد أنه ما يكون فيه حركة صحفيين ومش توشة صحفيين توشة أسئلة هو هو شو أشار بخلال مقابلته الأخيرة قال أنا بفتح تأمل وأنا مخفف مرات تبرد مرات ما برد بس أنه أنا مني قاطع مع حدا منه على قطيعة مع أهله مع ناسه هوني مع القيادات الصف الأول في طيار المستقبل يعني لا لكن ممكن تكون هذه رغبة من الرئيس الحريري أنه هلأ ما بدي هلأ الأسئلة كلها لاحق يجيب عليها لاحقا لكن هلأ مش وقت أسئلة وأجوبة وطوشة وسؤالات وبعدين سؤالات بدأت تكون شفت أنت الأسئلة كيف أحيط البطريارك جرت إحاطه وصار يجيه سؤال من وراء ظهره واحد من قدام يعني من كل جهة منى يعني بينما الموضوع مع الرئيس الحريري حقيقة أنه بده تنظيم وفعلا وهو بيعرف أمتين توقيت الكلام والكلام المفيد لأنه الإشارة كانت المنع من السلطات السعودية بعد أن توجه الوفد الأعلامي هيك بدأت تحليله كثير من الكلام لا لألك ليش قاله أنه منع وهذا مش صحيح المنع لأنه البرتوكول السعودي عندما بهيك موضيع بيسأل أصحاب العلاقة بيسأل أصحاب العلاقة هل تريدون إعلام أو لا تريدون إعلام ليش لأنه البرتوكول السعودي هو اللي بتولى منظم لهذه الزيادة أنت بتعرف عملنا سواء نحن وياك مؤتمرات وعملنا لقاءات كثير هني بيهتموا باللوجستية كيف بدك تنقول 25 صحافة وأعضاء وفدونه في حين أنه لاحظ شي للموضوع الصحفي لاحظت أنه لقاء الحريري الراعي أو الراعي الحريري مثل ما بتريد حسب كيف تشوفه لاحظت أنه ما كان فيه أعضاء من الوفد وفد البطريارك معهم كانوا راس براس وإلا كان بيكون فيه لأنه كان فيه وزراء سابقين كان فيه نواب نواب سابقين كان فيه شخصيات مع البطريارك وإذا كان لحاله هو يراس براس نعم يعني لسه منا مجهد ضد الصحفي ما حدا نزعل يعني نعم النهار وعم نحكي عن زيارة البطريارك الراعي زيارة السعودية كشفت التباعد بين بعبدة وبكركي وهون عم بتقول النهار لأنه قبل مغادرة البطريارك الراعي كان في اللقاء مع الرئيس عون واتفقوا على جملة مبادئ بموضوع هذه الاستقالة أن يكون فعلا يعني يطلع البطريارك الراعي على كل التفاصيل من الرئيس سعد الحريري وتقول النهار أنه الراعي تفهم أسباب الاستقالة استقالة الرئيس الحريري ودعوت الرئيسين نبيه بري هو أكثر من تفهم اقتنع بأسبابها اقتنع إلى تحمل مسؤوليات إجاد حلول تسهل عولة الرئيس الحريري إلى لبنان وهون كان التناقض أنه الرئيس عون بعده عم يبحث إلى حين عولة الرئيس الحريري لنعرف شو صار معه لا الرئيس عون الرئيس عون يدرك تماما حجم المشكلة طبعا هناك رغبة وإرادي بتحوير أو محاولة حرف الأنظار عن لب المشكلة والمشكلة العميقة الرئيس عون هو بيعرف هالشي الوزير بسيل بيعرف هذا الشيء سمعنا ذلك ليس هنا في لبنان إنما سمعنا ذلك في الخارج أكبر دليل على ذلك هو الكلام الذي ورد اليوم في جريدة الحياة الزميلة رندة الدين أوردته نقلا عن مصدر وأنا بعرف مين هو المصدر وهو مصدر من أعلى المصادر اللي ممكن تصلى في فرنسا فيما يتعلق بالعلاقات مع لبنان وبموضوع ملف اللبناني وتعرف صدقية وكيف تنقل الزميلة رندة الدين بدقة وبدون أي خلل عدم تنقل ماذا قال؟ قال في مشكلة بلبنان هي سطوة وسيطرة حزب الله على مقدرات الدولة اللبنانية وفي مشكلة بتعاطي الرئيس الرئيس عون بموضوع حزب الله وطبعا النص موجود عندكم ما بعض في زرح تقروب بس بكل أحوال هذا نص وزع وزع وموجود هناك موضوع يتعلق بحزب الله وسلوكيات حزب الله لبنان بالحريري بغير الحريري بأي رئيس حكومي آخر بالرئيس عون أو غير رئيس لا يستطيع أن يستمر على هذا المصار هذا مصار مدمر لعلاقات لبنان ومدمر لبنان نفسه في الداخل يعني نحن عنا شقين بهذا المصار عنا شق المتعلق بالسلاح الذي تم تغييب موضوع السلاح بالداخل نهائيا خلال السنتين ثلاثة طيب بس فيه سلاح أيضا بوظيف وظائفه الخارجية بوظائفه الأمنية بوظائفه بالدول بالدول من ابتداء من سوريا وصولا لليمن هيدا له كلفة هيدا له تمن هيدا ما بيقدروا اللبنانيين يعني الرئيس الحريري مع كل علاقاته ومع كل يعني محبة يعني ورغبة العالم في التعاون معه ما عنده قدرة هو أنه يغطي على هيك قصة هو ما أنه راغب أصلا يغطي هو راغب أنه يقرب هو راغب أنه يقنع الشريك أنه ما فينا نكمل هيك ما بتقدر تطلق صواريخ على الرياض وما فيك تعمل تفجيرات أو تعمل خلايا بالعبدالي هدي بالكويت ما فيك تعد تشتغل بأمن القومي لدولة البحران يعني كل هالذي المسائل وهلما جرة في كتير أمور بما فيها سوريا ما فيك تبلش بأنه أربع خمس قرى شيعية بالقاطع على الحدود بالقاطع السوري وننتهي عم نقاتل بيدان الزور وحلب ومدروان وهذا ما فيه هاي إلى تمن بيدفعوا كل لبنان ما بيدفعوا بس حزب الله حزب الله بيدفعوا من كيس هؤلاء الشباب اللي بعتهم ليموتوا 3000 قتيل لهلا ولكن لبنان كله بيدفع التمن ولكن استاذ علي إلى جانب الكلام بالفرنسي فرنسا وكل دول عالم والاتحاد الأوروبي حريصة على الاستقرار في لبنان وعلى عوضة الرئيس الحريري طبعا وعلى عوضة الرئيس الحريري ولكن نفس الوقت مش هنعمل مواجهة بالداخل اللبناني بشأن موضوع السلاح وغيره فيه مفارقة والموضوع معقل جدا طبعا يعني يعني ليك فرنسا لها وجهة نظر تقول وفرنسا عمليا تمثل مناخ أوروبي شبه عام انه عوضة الحريري ضرورية لأنه عمليا اذا بدك ما في حدا بكل لبنان بكل احترامي لكل المرشحين لرئاسة الحكومة عنده كتاف ليحمل هذه المرحلة غير سعد الحريري اه الحقيقة ما نضحك على بعضنا عنده شرعية ومشروعية ما حدا عنده ايها على الأرض اللبنانية في كل من يتعاطون بهذا الشأن اه واحد اثنين الرئيس الحريري ما بيقدر لحاله متل هو ايد وحدي هاي ايد وحدي ما بتزقف طيب الموقف الفرنسي ماذا يقول نعم ما بتقدروا تكمله بموضوع حزب الله متل ما حصل نعم المواقف الرسمية التي اتخذت على اعلى مستويات مؤيدة لحزب الله الاداء في الداخل الفرنسيين موجودين بالبلد وعم بيسمعوا وعم بيشوفوا وعم بيرائبوا وعم بيرفعوا وناسهم هون يعني الديبلوماسيين وعم بيرفعوا تقارير الى الخارجية وإلى الازي نعم هناك خلل معين في لبنان بما تعلق بحزب الله نعم مروقة حزب الله مش مروقة هذا موضوع آخر الخلل موجود وهذا الخلل بدنا نشوكي بدنا نعالجه المطلوب اليوم يمكن رئيس الجمهورية ان يكون بمبادرة تاريخية بعمل تاريخي من أجل انقاذ لبنان داخليا وانقاذ لبنان خارجيا ومش مطلوب كسر جهة لحساب جهة أخرى بس المطلوب استنقاذ هذا البلد ورفعوا من هذه المشكلة وهذه المشكلة اللي هي بداية المشكلة يعني استقالة الحريري كما قال الكثيرون وتشير كل يعني كثير من الأوساط الدولية انه هي رأس الجبل الجليد الظاهر بيّنها الأدل نعم هذه بداية مشكلة هذه ليست المشكلة وحدها نعم بدي أحكي عن موضوع المرحلة الثانية من بعد عودة الرئيس الحريري إلى لبنان ولكن بموضوع حزب الله قيل الكثير بع الاستقالة عن حرب وسيناريو سعودة وموضوع إسرائيلي وموضوع أماركاني تراجع هذا الكلام وواضح أنه ما كان بمكانه فيه محل ما أو ربما يعني حتى بالموضوع السعودي تم تهدئت الأمور أكثر وبالتالي اليوم موضوع سياسي مع رئيس الجمهورية مع الرئيس بري مع نائب جنبلات مع كل القيادات الخلل في لبنان يا أستاذ الخلل في لبنان والخلل بوظيفة بوضع حزب الله اللي غير طبيعي واللي غير معقول يكمل مثل ما هو هيكي الخلل بيؤدي شيئاً فشيئاً بمسار بيوضي على حروب بالمنطقة هذا ما بيوضي على سلام بس لاش تجينا من بره الحروب أستاذ عبد بدأ تجي لأك من يقرر الحرب عنها لعب لك المسار اللي اخدوا حزب الله ما بيفتح باب إلا على حروب ما بيفتح باب إلا على حروب متلاحقة متتوالد حروب ساعة حروب بالعالم العربي وصولاً إلى حرب مرتقبة يوماً ما وموضوع على جدوى الأعمال العالمي اللي هو الحرب الإسرائيلية مع حزب الله التي سوف تأتي يوماً ما وما ممكن إلا ما تحصل لأسباب تتعلق بأنه هناك واقع لحزب الله وصل إلى مكان يتهدد الأمن إسرائيل ونحن مش شغلتنا ندافع عن أمن إسرائيل بس شغلتنا نحن ندافع عن أمننا الذاتي في لبنان وما نعرض وما نعرض خالنا ونرحل ونركز على قرارات مجلس الأمن وعلى القرارات القوية اللي يحيي بإيدنا من 1701 وأنا بشكل شخصي أنا أشيد ومن المشيدين مثلي مثلك يعني من 1559 ما بدي ورطك هلأ بموضوع أنه لحد الآن الكلام الإسرائيلي عم بقولوا لن نجر إلى حرب لا لا ما بيجر ما بيعملوا حرب كرميل حدا هن ما بيعملوا حرب كرميل حدا لكن المسار اللي رايح بستة شهر بسنة بسنة ونص في نافذة مفتوحة على حرب المنطقة مفتوحة نعم اللي جال ما ذكرنا عن النهار صحيفة الاتحاد كمان حطت العنوان لماذا الدخول في هذا الإطار والوحدة الوطنية كتير مهمة منذ استقالة الرئيس الحريري ولهذا الموقف بالداخل ليش لحطة يصير هيك أولا البطريارك الراعي استمع إلى لب المشكلة وقتنع فيها من الرئيس الحريري من صاحب العلاقة نعم الرئيس عون بده أنه بيرجع الرئيس الحريري ومنسمع منه وبعدين منسمع وما في حتى الوزير بسيل مباريح قال خليه يرجع الرئيس الحريري إلى بيروت وما في مشكلة تهت المشكلة لا بلشت المشكلة لا المشكلة بتبلش قبل ما ناخد استراحة تحت عنوان الحريري الذي اخترعه محور الممانعة كتب مشاري الدايدي بالشرق الأوسط تلك هي مسألة المسألة هي السلاح ودور حزب الله في المنطقة ومبدأ ركل المقال استقالة الحريري هو الموضوع في هذا الإطار ليس أي قصة تانية ولا يجدي شيئا موضوع هذا الحماس الجماعي على تغيير الموضوع وحضرتك أنت عم تحكي بها الإطار أنت شفت المقابلة الأخيرة نعم الرئيس الحريري إذا بتطلع عليها بتطلع الخلاصة وقال بطريقة مختلفة بطريقة مختلفة بس رجع أكد عليها أكد أنه في مشكلة وهذه المشكلة لا تجوز ولا يمكن الاستمرار فيها نعم وهذه بالدحل والحل هي بسبب هذه العلاقة الجيدة بين الرئيس الحريري والرئيس عون ممكن أن يكون هذا عامل مساعد لكن الرئيس عون فعلا مطالب هو رئيس الدولة مطالب بمبادرة وطنية بمبادرة تاريخية بالبلد تعيد يعني ضبط الأمور فيما يتعلق ما بيقدر لبنان يمشي يحمل على ظهره هذا الحمل الثقل الكبير الذي يمثله حزب الله سلاحه ووظيفته وهناك الشق المتعلق بسلاحه ليس في الخارج أيضا في الداخل نحن مش ناسين أنه بالنتيجة عنا 40-50 ألف مسلح هوني مش ناسين أنه عنا 30-35 ألف مسلح تحت عنوان ما بين مزاوجين شو بسمونه هولي السرايا سرايا طيب هولي لشو هولي لحراسة اللبنانيين في أشياء ما بقت جوز وعنا مليونان لاجئ سوريا يعني لابد كل اللبنانيين وحتى بالخارج في تقدير لموقف الرئيس عون والجهود التي قام بها منذ هذه الأزمة السياسية هذا الكلام هلأ هو عم يتجنب المشاكل نعم وعم يتجنب عم يتجنب الخوض في الأمور الحارة أنا بتأمل أنه وبتصور أنه أكيد بيكون عم بيدرس هذا الموضوع لأنه هو الرئيس عون أكيد بيعرف أنه المشكلة كبيرة نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع الأستاذ علي حمادي الكاتب السياسي بصحيفة النهار قبل ما نحكي أيضا بالمرحلة الثانية جولات الوزير جبران باسيل وبإطار هذا التحرك من قصر بعبدة وكل القوى السياسية أيضا ما يقوم به مفتي الجمهورية اليوم بكاريكاتور صحيفة اللواء تحت عنوان جولات باسيل تؤزم عودة الحريرة كيف؟ ليك هلأ في كلام عم بيطلع على الطالع والنازل آه ليك شفت كاريكاتور اللواء نعم عم بيحكوا على قصة الطالع والنازل أولا في كلام في كلام يعني على السعودية عم بيطلع من عند الوزير باسيل منه منه مفيد مضر بس في كلام إيجابي أيضا في كلام إيجابي المعلن الكلام غير المعلن الذي يتم تداوله غير مفيد فلذلك يعني بدا شوية بده حكمي أكتر نعم تانيا تانيا خلينا نقول الأمور الوزير باسيل بي بدي أرجع أنا لبيان الكتلة كتلة آه المستقبل نعم كتلة مستقبل البند الأول بيبيانها مبارح كان عودة الرئيس الحريري صحيح لو كان في معارضة من طيار المستقبل لجولة الحريري كانوا أعلنوا أنه نحن لجولة الوزير باسيل نعم عفوا لجولة باسيل لذلك هذا الموضوع أضعه في إطار التنسيق الجهد المشترك تنسيق أنا ما بعرف شو فيه بالتنسيق بس أنا عم بستنتج كصحافة اليوم لما روزير خرجي بيطلع بيحكي عن سعد الحريري وعائلته في الخارج وبيكون بنفس الوقت عم بيطلع بيان عن كتلة المستقبل اللي قالت أنه هي تحصر مواقفها مواقف الطيار كله محصورة بهذا البيان أيوا أنت أريدهم بري نعم ولا تعترض على جولة باسيل وتقول أنه وتقطع عنه ما عم تقول لا من قريبهم دي معناته هني قبلنين عم تحكي هلأ بالداخل المواقف والمنقشات هني قبلنين هذا موضوع هذا موضوع عم بيصير عم بيصير عم بيصير بيناتهم نعم المهم أنه أنه أيضا أنا مبروح أدل لواء أنه تعقيدات ما تعقيدات الحريري في السعودية هو بين أهله وبين أصدقائه وببلد الرعاية الأساسية لأله ما تنسوا يا جماعة وما تغلطوا بالعنوان سعد الحريري ما بينه وما بينه السعودية اللي ما بيعرف أفضل أنه ما يحكي كتير ما لكن عماد مربان اليوم بالاتحاد بعد بشير لإشارات فيها الإطار يعني بعد الموضوع ضبابة ما أنه واضح في شي في شي لأنه بلب الأزمة ما عم بيتم الحديث والتطرق له هناك جانب أساسي لما يرجع لا في جانب أساسي من الأزمة عم بيتم بالكواليس وعبر وعبر اتصالات دولية وعربية الرئيس الحريري أيضا عم بيبلور أكيد وهذا أنا مش من عندي عم بيبلور خطه طول المرحلة المقبلة والمصاري بديو يمشي عليه عم بيبلور لأنه هذا رجل مش رح يجي هوني ويطلع على القصر الجمهوري يطرح استقالته ويحبو الحال يطرح استقالته يقدم استقالته وبناء على تقديم استقالته نعم تبعت شو بده يفكر بالخطوة واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها نعم لأنه في مشكلة سياسية بالبلد الكبيرة نعم صحيفة المستقبل تحدثت عن جولة الموضوع من التقني استي سلمان نعم 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 تشير إلى لقاءه مع الرئيس ماكرون وأيضا كان مهم كتير اللقاء ولجانب بروكسل ومكفي هذه الجولة نعم ولكن في كلام إجابي كما ذكرنا الوزير جبران باسير أنه لبنان لا يريد أن يعيش إلا بسلام مع جواره مع الدول العربية وتحديدا نريد علاقات أخوية مع المملكة العربية السعودية هذا كلام جيد والمهم كي بدك تقرشه هذا كلام ممتاز ما حدا نطالب أحساب أنه كي كلام المهم كي بدك تقرشه عند انطلاقا من الطرف اللي هو المشكلة السعودية ما عندها مشكلة مع الرئيس عون ومع طيار الوطني الحار السعودية عندها مشكلة أمنية تتعلق بأمنة ووجودة ومش بس السعودية وعدد من الدول العربية لأمن القومي لهذه الدول مهدد من طرف فصيل مسلح موجود بلبنان كي بدك تقرش هذا الكلام هون الشغل اللي نحنا عم ندعي له وعم نقول الرئيس عون مطالب بعمل تاريخي وأنا متأكد أنه عم يصير فيه كلام في هذا الموضوع ما ممكن ما يكون فيه نعم ولكن الوزير الوزير باسيل طبعا ردا على سؤال بعد بموضوع فرنسا قال نأمل أن لا نضطر أبدا إلى اللجوء للقوانين الدولية بل من خلال العلاقات الأخوية ما بدأ قوانين دولية بين لبنان هذا مبالغة في حال طالت غيبة الرئيس الحريري يعني أنا رأيي الشخصي أنه هذه مبالغة وأنت بالنتيجة هذه بتكون إلى مفعول عكسي حتى بالعلاقات الداخلية والموضوع منه موضوع بالأولين الدولي لا أبعد من موضوع الاستقالي والمقابلة التليفزيونية والتغريد الأخيرة للرئيس سعد الحريري وزيارة البطريات كالراعي هل دخلنا بالمرحلة الثانية أستاذ علي بدأنا العد العكسي وبدأت تعطي بعض العنوين لهذا المرحل لماذا بعد عولت الرئيس الحريري؟ إذا اتفقنا أنه السيئات الحريري هي البداية وليست النهاية معنى ذلك أنه هناك استكمال لهذه الاستقالي الرئيس الحريري وضع عنوين سياسية هذه العنوين السياسية لا يستطيع الرئيس الحريري وطبعا لا يريد لأنه هذا رأيه أن يتجوزها بشكل أوتوماتيكي أو بشكل تقري يعني مثل ما عم نحكي الموضوع منه استقالي وكيفيد بس تقديم الاستقالي وعدم تقديمها وبعدين استشارات ملزمة ومن نسمي أو لا نسمي الموضوع كيف نعالج المسألة الجوهرية المتعلقة بسلوك حزب الله هناك الشق اللبناني اللي بدو يروح على واللي لازم يروح بلحظة ما سريعا إلى طاولة الحوار الوطني لبحث في استراتيجية الدفاع لأنه أيضا كمان هذه مشكلة ما فينا نتجوزها ما فينا نضل قاعدين هيكي ولا عنا نار بالبيت ونحن دارين وجنا وما عم نتطلع وفي هذا الشق العاجل 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 المتعلق بعلاقات لبنان مع العالم العربي وبالأمن القومي لهذه الدول العربية اللي حزب الله بدو يعطي مبادرة من عنده بالتعاون مع رئيس جمهوري اللي هو حليف أساسي لحزب الله اللي ثقفي هو اللي ثقفي فالكرة فعلا هي بملعب حزب الله بملعب رئيس جمهورية بقديش بيقدر يمون وقديش بيقدر يدفش حزب الله فعلا على تغيير جوهري بسلوكه بس ما فينا نحمل لأنه هاي دي المشكلة إذا إذا رجع الحريري الرئيس الحريري وبرمنا وجنا وقلنا يلا خلينا نكمل بالتي أحساب نرجع نرجع مثل ما كنا بثلاتي تشرين التاني وبعدين بعد جمعة عنا أزمة بعد جمعتين أزمة بعد شهر أزمة والأمور بتروع بتضل عم تتفاقم ما بنقدر ما نعالج هذه المسائل حزب الله مطالب رئيس الجمهورية وهذا أملنا منه كرئيس جمهورية أن يكون فعلا عند قسمه وعند دوره كرئيس جمهورية فسيين عم بيقوله دوره هو محرر لبنان يجب أن يكون هذا الكلام الفرنسي فرنسا التي تفهم يعني طبيعة لبنان الفعلية هذا الرئيس المسيحي الماروني لازم يكون محرر لبنان ما ننتبه حزب الله حزب ذات وظيفة إقليمية إيران مسيطرة على حزب الله السيطرة الثقافية والدينية والتأثير والنفوس شيء والوظيفة الأمنية والعسكرية المؤزية داخلية والمؤزية لسيء مخارجيا شيء آخر هاي مسؤولية كبيرة على ظهرنا لا نريد مش بس ما فينا نحمله ما بدنا نحمله لو فينا نحمله نحنا كلبنانيين ما لازم نقبل والرئيس الحريري بعتقد وأنا جازم يعني بيظني وأجزم وأزعم أن الرئيس الحريري هذا الموضوع ما بيقبل يتخطاه انطلاق من هذه العلاقة الجيدة والمتينة وواضح ما قاله الرئيس الحريري بمقابلته عن الرئيس عون ولكن تحميل هذا الملف هذا العبق لرئيس الجمهورية لحاله يعني بيقدر إلى هذا الحد يمون ويمنع وحتى من ضمن التحالف مع حزب الله هلأت رئيس الجمهورية الرئيس المسيحي القوي الرئيس المقاوم اللي بيسموه في عند إخواننا بالممانعة الرئيس الذي يعني يعني يجسد كل معاني التحالف الوثيق والثقة الكبيرة بينه وبين حزب الله هذا الرئيس هو اليوم هذه هي اللحظة التاريخية لألو أنه أن يمارس وأنه يترجم كل هذه العلاقة يترجمها بعمل إيجابي لمصلحة البلد أو بنهار العهد كليلو؟ مصلحة البلد مصلحة البلد ونحن عم نقول هذا الأمر منذ أكتر من سنة وحتى عم نقوله يعني بعدة محافل وبعدة مواقع مصلحة البلد مش أنك تغمد عيونك وتسد دينيك وتبرم وجهك ما بتقدر هذه بتمشي شهر اثنين اثلاثين مشت سنة مشت سنة فجر الوضع الرئيس الحريري فعلا 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 هذا الرجل الطيب هذا الرجل الوطني هذا الرجل الضنين بدماء اللبنانيين وبأمنهم وبسلمهم نعم وبلقبة العيش وبرخاءهم هذا الرجل حاول بحكمة وبحكمة مش بحكمة عمره بحكمة الكبار الكبار اللي بعد ثلاثين سنة حكم ما بيوصلوا لهذه الحكمة حاول أنه يرويق الأمور رويق الأمور يلتف حول المشكلة بالآخر وحاول يعالجها ويعالج كل شي على رواه الأمور أكبر من رئيس حكومة والأمور أكبر من وزير ومن حكومة حتى أكبر من رئيس الجمهورية السيد علي هو موضوع صراع إيراني سعودة دولة لا لا ما أنه بس هيكي بيه عندك شق متعلق بالصراع الإيراني السعودة أوكي هني بيدبروا حاله أوكي نحن ما قلنا علاقة نين؟ عاصة عندك الشق بالداخل المنطلق من لبنان اللي هو وظيفة حزب الله الأمنية العسكرية المخابراتية المنطلقة من الأراضي اللبنانية بسواعد لبنانية بخبرات لبنانية بانطلاقا من قاعدة بين موجودة يمكن تكون على 200 متر منه من هذا الستوديو شغلي ما ممكن تكمل أوكي هذا طوريت لكل اللبنانيين وهذا اللبنانيين لا يريدونه هذا مؤذي ما حدا عن بنائش حزب الله بقناعاته ولا باستفافه ولا بعلاقاته ولا بعلاقاته الروحية ولا بمرجعيته الدينية يريدونه ما حدا لا بدنا يتدخل فينا بهذا الأمور ولا نتدخل في ناس بأيده السعودية في ناس بأيده إيران في ناس بحبه أمريكا في ناس بحبه روسية هذا موضوع لبناني هذه حريات اللبنانيين إنما هذه الحريات عم تنضرب هذه هذا الاستقرار عم ينضرب إنه طيب يا أخي ليش أنا وياك وملايين مثلنا مسالمين وما بيحملوا سلاح وبروحوا بيجوا على شغلهم بحاولوا يلحقوا لقمة العيش وإذا عندهم إمكانية يجيهم هدية فرد بيردوا للفرد بيردوا لصحابه ما بيقبلوا يمسكوا فرد بأيدهن ما بيجوز نكمل هيك هذا البلد بحاجة إلى تطبيع الرئيس الحريري مع الرئيس عون والرئيس عون ليش عم بشدد على دوره الرئيس عون نظرا لعلاقته الوثيقة نظرا لإعتباره أنه هو الرئيس المقاوم والقويم ولمبادئه وأنه الرئيس عون فعلا يمكن إذا أخذ قرار تاريخي أنه هذا بينه بينه مش بضطر أنه هو يصطدم بحزب الله علىنا بس إذا أخذ قرار تاريخي ما حزب الله أنه ورسم خط فاصل ما بين الدولة والدولة ورسم خط فاصل أنه على موضوع هذا السلوك ربما يغير وجه لبنان ويدفع بلبنان إلى مرحلة إلى مرحلة يتحول لبنان فيها إلى نعيم نعم لكن إذا استمرنا هيك نحن من جحيم إلى جحيم إلى جحيم ومشاريع حروب مستمرة نعم على كل مفترخ طرق على كل حال صحيفة الجمهورية تقول أنه المرحلة الجاية بعد عودة الرئيس الحريري يخشى أن تكون أشد إلى من على الوضع السياسي أو الشأنين الداخل والسياسي العام من الاستقال نفسها سواء قبلت أو تمت تراجع عنها أو غيرها لأ الاحتمالات بعد مش واضحة مصر الرئيس الحريري على استقالته ولكن بعدين مش موضوعه الشكل الحكومة وكيف وشكله هذه المواضيع السياسية المسؤولية على الكل استاذ علي مش فقط رئيس الجمهورية مسؤولية على كل الأطراف لكن الطرف الأساس هو حزب الله هناك الطرف واحد هو منه طال على المشكلة مسؤوليته وحكمة قيادته إذا في حكمة بقيادته خليها تتجلى بهذا الأمر ونبلش نوضع البلد على سكة الحل على سكة التطبيع والحياة الطبيعية هذا الموضوع وأنا ما عندي ساقة كتير أنه رح يكون في حكمة بهذا الاتجاه إنما أقول أنه هذه المشكلة هذه المشكلة لو طويناها أو تعامينا على عمق أو على على شدتها حتوجهنا بعد يا تسلم لي رح ترجع بأقوى وبأقوى وبأقوى عند كل مفصل وعند كل مفترقته نعم قبل التوقف مع السراحة تانية بالقاهرة نهار الأحد في اجتماع الجامعة جامعة الدول العربية وطبعا عم نحكي جولات خارجية دور لبناني بالداخل كلام الرئيس الحريري هذه المحطة حتى مبارح الوزير مرواني إحمادي من دار الفتوى تخوف أنه حصول انفجار ما هناك لأنه الموقف اللبناني شو بدي يكون حضور اللبناني هناك شو بدي يكون موضوع النقيب النفس موضوع التدخلات لحزب الله بشأن عربية عندك هذه الخشية هذه خشية مبررة ومنطقية أن حزب الله إذا الوزير بسيل بده يصطف إلى جانب حزب الله في المحافل العربية وحزب الله متهم بأنه يعتدي على هذا العالم العربي وهناك أدلة وملفات سلمت ووزعت ورسلت إلى لبنان موجودة على طاولة الرئيس والرئيس التاني والرئيس التالي بده يصير في مشكلة طويل عريض بده يصير في مشكلة وطلاق وابتعاد أكبر وأكبر من الابتعاد الذي حاصل اليوم بين العالم العربي ولبنان هذا الأمر مرفوض هذا الأمر لا نستطيع أن نقبل ولا نقبله نحن كلبنانيين ما منقبل أن يكون هناك طلاق بين العالم العربي وأنا أعني ما أعني العالم العربي أنا لا أعني يعني نظام بشار وهذه أو خارج هلأ الجامعة العربية بس بيعطينا دروس ما هيك بيعطينا دروس كان في رد على الموضوع دروس تافهة نعم إنما على الأقل فيما يتعلق بالعالم العربي بدأ ننتبه وهنا أيضا دور الرئيس وزير الخارجي طبعا يعول عليه لكن الرئيس هو مرجعيتر هذا الوزير وبعتقد أنه الرئيس الحريس سوف يكون له دور نعم في منع حصول أي خلال نعم في مؤتمر القاهرة يوم الأحد لأنه استاذ علي اليوم نحن في مرحلة بين موضوع المملكة العربية والسعودية والدول العربية ذهبنا مرحلة التسامح والتفهم قطعناها يعني ما عد فيه هذا الموضوع إما مواجهة أو إما أخذ موقف بهذا الإطار بالجامعة العربية أو غيرها بشأن موضوع لبنان قال له يا أسوارتي يا أسوارتي بحبك بس ما بحبك أكتر من إيدي تضبوط لأنه تهدد أمنه أنت عم تفوت هزب الله هزب الله هدد الأمن يعني بكل شي فيه أمن بالمنطقة واللي صاير حزب الله هناك تهديد إيراني أساسي بالأمن القومي لكن حزب الله اللي موجود بلبنان بالحكومة اللبنانية بالبرلمان اللبناني يحظى بي يحظى بي ملتبسة عبر الثلاثية هذه اللي ياريت محطوها يعني على كله خطأ وخطأ فاتوا فيه من زمان مش بهذه الحكومة من أبل بلأ صارعا عنوان تاني بس الربعية كان لفوت النظام السوري لكن هذه مشكلة تتعلق بلبنان بالشق اللبناني تنظيم مسلح وظيف له وظيفة عسكرية وأمنية يتهدد الأمن القومي لعدد من الدول العربية المحورية في هذه المنطقة هذا الأمر لا يجوز أن يستمر ولا يجب أن يستمر ويجب أن يتوقف فورا ويجب أن يكون يعني أن يوجد حل نهائي لأله قبل ما نرجع على أمورنا الداخلية اللي كمان هي مشاكل يا إخوان التعامي عن المشاكل والهروب من هذه العنوين الجدية يؤدي إلى انفجارة لاحقا وهذه المشكلة بدي أقول لك وباختصار الكلام اللي صار وحضرتك أكيد عرفت أنه لماذا الذهاب إلى فرع دراع إيرانية هو حزب الله ما بتروحه يا مملكة عربية سعودية دول خليجة عربية علاقات دولية إلى إيران إما حوارا أو حربا وحتى النائب جنبلات كان عم بقول بعض الاستقالي أنا بعد ما زلت من دعاة الحوار بين السعودية وإيران استخدمت إيران أذرع تبه بكل المنطقة بسوريا بالعراق بالدول الخليج هي قعدت عم تستخدم أذرع إحدى لهذه الأذرع المركزية هو حزب الله حزب الله مشكلة لبنانية الخليج نحنا ما شغلتنا نقول له روح حارب إيران هو عم بيقول لك نحكي حوار أو حرب هو عم بيقول لك عم بيجيني اعتداء على أمن القومي من عندك طب من هونيك من مواطنين لبنانيين الأوامر عم تجي من هونيكي أوكي عراسي لكن أنت ليش ما عم توقف ليش ليه في فئة من هذا من مجتمعك السياسي عم تنفذ هذه الأوامر هذه الفئة أنت قاعد أنت وياها على نفس الطاولة بمجلس وزراء هذه الفئة أنت قاعد أنت وياها بمجلس النواب هذه الفئة عطيها مشروعية لسلاحة ملتبسة أو يعني بمواربة نوع من طغطية اللبنانية وإضافة إلى أنه بالمرحلة الأخيرة بعد حروب الجرود معارك الجرود وغيرها من الأحداثة ما بدي أرجع لها من تصريحات رئيس الجمهورية ومواقفه إلى ما هناك تكونت قناعة لدى المجتمع الدولي أنا ما عم بيحكي على العرب الفرنسيين عم بيحكوا هذا الشيء الأمريكين عم بيحكوه والإنجليز عم بيحكوه والألمان عم بيحكوه نعم سمعناه وسوف نسمعه وعم نسمعه دائما أنه هناك حد فاصل ما بين الدولة وحزب الله هذا الحد الفاصل بلش يضيع بهذه الأشهر القليلة الماضية وبلش ينمح الحدود ما بين حزب الله والدولة وهذا أمر خطير هذا أمر يفجر ليس حكومة الرئيس الحالية الحالية يفجر مئة حكومة أخرى تليها إلى ما شاء الله والرئيس الحريري اللي هو نتابع ما تبقى لدينا من وقت من كلام بيروت مع الأستاذ علي حمادي يعني كل المواضيع السياسية بمكان والموضوع الاقتصادي الداخل بمكان آخر شفنا هذا التحرك بعد الاستقالة من كل من رئيس الجمهورية إلى الوزارة إلى حاكم مصر في لبنان في طمأني بالموضوع النقدي ولكن الموضوع الاقتصادي الأمور ليست على معي بالموضوع النقدي أكيد في طمأني وبالموضوع النقدي واضح أنه الإجراءات يعني إلى الآن جيدة بالموضوع الاقتصادي جمود سوء مات والناس حتى الناس بتشوفها سأل صديقنا محمد الشئير خليه خبرك يعني وعم بيأصر عم بيحكي نعم الوضع لكن أيضا أعيد وكرر ما يحصل وما يحصل وما يمكن أن يحصل على الصعيدين المالي والاقتصادي هو نتيجة المشكلة السياسية إذا لم تعالج هذه المسائل بيوصل حتى قدرات لبنان الهائلة التي يتمتع بها على الصعيد النقدي لن تعود كافي لحماية أمن أمن أمننا الاقتصادي وأمننا المالي ولقبة عيشنا فانتبهوا الموضوع ما أنه بس بالسياسي ما أنه بالعسكر هو أيضا بالاقتصاد وبالمال على كل حال حاكم مصر في لبنان كم جاء بالمستقبل نبارح بمؤتمر بلندن حول تعليز المناعة وبناء الثقة طمئن في طمئن ولكن أيضا عم ينفي معلومات حول موضوع إصدار مالي جديد أو أنه في إطار كل هذا الذي يجري على الصعيد الداخل اللبناني ولكن دائما يطمئن بس الأمور في حال طولت يعني منيح اللي سمعوا من الرئيس الحريري وجددوا له للحاكم تخيل لو ما سمعوا له صارت قامت معركة طويلة عريضة بدون طيروك أنا بدي أشكرك أستاذ علي حمادي هذا بيدلك على صعد الحريري من هو صعد الحريري نعم ننتظر قريبا عليك الحال مثل ما بدأنا بالكاريكات نقول له ولكم باك نعم شكرا لوجودك معنا أستاذ علي حمادي اليوم بكلام بيلوت أشكر أيضا للمشاهدين على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة